كسل وفتور معضل وصعب إلا أنه حله بسيط بإذن الله وهو الاتجاه إلى الله فأنت تظهر ضعفك لله فيقويك وتظهر حاجتك لله فيكفيك وتكرر من صميم قلبك لا حول ولا قوة إلا بالله ثم تتدرج في العودة وتوازن في إنجازاتك وتحفز نفسك ما ينتظرك بعد أن تنتهي من هذا العمل من هذا الإنجاز لذة الإنجاز فالذي أوصيك به أن تكثر الدعاء تحاول على الأكاة وتنشط نفسك أنك لا تستسلم تقارس الجاثة في أكل موقف اليوم كثير مثل ما كرنا دعاء ومحاوظة الصراف كرة الصباح قبل وبعد تنطق وتتردد ولا تسمح لنفسك أن تستشعر أنك أنت الآن كسول وأنك بالفعل أنت عندك فتور وأنك دائما الجانب النفسي ترى مؤثر خلاص والله الحمد لله أنت جاوزته وعالشته قادر أن يعود بقوة ورح أعود بإذن الله ولا تسمح لنفسك أن تمر عليك يعني الساعة والساعتين اليوم واليومين بدون أن تصل لإنجازك اللي يعني تصبر إليه فخلاص حدد وقتك للإنجاز وحافظ على هذا الوقت ولا تتنازل عنه دائما اللي يعني يصابون بالكسل في كثير من الأحوال هم اللي لا يجدون التخطيط عسى الله يوفقنا وإياكم حسن التخطيط ويسر لنا ولكم التوفيق والسلام